السلام عليكم مرحبا بكم في القناة مع فيديو جديد ووصفة جديدة وكنتمنى تلقاكم في أحسن الأحوال كما تعرفوا رمضان على الأبواب وغادي تحتاجوا العسل اللي يكون ناجح مية في المية باش توجدوا به معسلاتكم هاد العسل اللي كان وجدو ويقدر يبقى حتى العام بهاد القوام ما يتغير فيه هتاشي حاجة بقوا معايا باش تكتشفوا الطريقة والمقادير المكونات ديالو بسيطة بزاف كناخد جوش كيلو ديال السكر كيفما كان نوع ديالو سواء هاد المقرات ولا القالب ولا ساندة كنزيد ليه إطرو ديال الماء كنعبر به هاد الكاس فيه أربع إطرو كندير منو أربعة كنطيف ليه نص حمضة كبيرة ولا حمضة صغيرة نقلو مع الجوج كننسمو بالأعشاب غادي ندير اليزير والزعتر وزعترا بهاد الأعشاب ملين كان كيطيب تلقت واحد نسمة رائعة فنة وما تخافوش هاد الأعشاب كيتماشوهم زيان مع الحلو كنعقدها في هاد الكموسة وكنديرها حتى هي الطيب معهم كنصد عليها الكوكوت مزيان وكنديرها فعافية مهيلة غير كتبدا تصفر كنحسب ليها 45 دقيقة وانطفي انا بعض المرات كنديليها غين الساعة نحلها الى لقيتها الطابة كانة بها ما لقيتهاش كنعود نسمت عليها ونزيدها شوية من بعد 45 دقيقة كتلاحظوا هاد الحامضة كيفاشولات كتولي مذهبة في هاد اللون هاد دليل على ان العسل ديالك صفي الطاب كتطفي عليه حتى الى لقيته شوية مذهب من بعد غادي زيت شوية الطياب مع السخونية سينو الى لقيته هو هادك اللون دياله غادي تزيدي ليه شوية ديال مظهر باش يحبس الطياب وهذا هو القوام ديال العسل ديالنا كيكون مذهب وشد فراسهم من بعد ما برد سينو الى لقيته شوية سينو الى لقيته شوية